نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعة صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت الشائعة وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددة على استمرار الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية دون تعطيل وأن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا مشيرة إلى انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان